موسيقى نتيجة سلبية اخرى تضاف الى سجل نصر حسين داي هذا الموسم في مواجهة نتيجة الفرج والفوز على شبيبة القبائل الشرط الاول المبادرة في الهجوم كانت للنصرية التي ضيعت فرصة التسجيل في مناسبتين بواسطة حفظ الذي لم يوفق في اسكان الكرة مرمى الحارس اسلا بعدها يأتي دور هجوم شبيبة القبائل باول كرة خطرة من حنيفي الذي ضيع ما لا يضيع في هذه اللقطة كرته تصطدم بالعارضة واخديس يبعد الخطر الى خارج المرمى مرة ثانية الضيوف بهجمة معاكسة وعمل تنائي بين حماني ومترف هذا الاخير وجها لوجه مع نتاش الذي تفوق في بعض الخطر عن مرمى بالمقابل اشبال المدرب حموش لجأوا للكرات ثابتة في محاولة التسجيل الاولى نفذها مرباح بعده درارجا لكنها لم تأتي بالجديد لينتهي الشوطة الاول دون اهداف المرحلة الثانية الامور بقيت على حالها وكانت الافضلية في الاداء للنصرين حفيظ يهضر فرصة ثمنة للتسجيل ثم محاولة ملولي الذي يفشل في التسجيل ايضا وكرته تذهب جانبي وفي الوقت الاضافي النصرية لعبت بعشر لعبين بعد خروج مرباح لنيله بطاقة صفرة ثانية لينتهي بعد ذلك اللقاء بالتعادل السلبي النصرية قدمت مباراة قوية من كل ناحية من ناحية التاكتيكية من ناحية التقنية شفنا عدة فرص لتهديف الشي اللي ما زال عائق لنا هو الكورة ما حبيش دخل يوم شفنا في مرة تمشي على الخطة وتعود خرج ما حبيش دخل هذا أنا ما قدس نفسره على كل حال ولكن هدية الكورة نظننا في نوعية اللعب نظننا الفريق يلعب احسن حاليا ولو المقابلتها اليوم كانت شوية صعبة لأنه بدنيا كان نوع من الإرهاق بعض اللاعبين ولكن ظن تحت لنا فرص فرصتين في الشوط الأول كنا ننجمون قتل المقابلة في هذا كل وقت ولسؤل حظ ما كناش فعاليين أمام المرمى